نرحب هنا في الستيديو بالدكتور محجوب أزويري أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة قطر والخبير في أشياء الإيرانية مرحبا بك دكتور مرحبا خالد يعني أولا كان من لافت تضارب تصريحات تصريحات تخرج من التلفزيون الرسمي الإيراني تتحدث مرة عن العصور على حطام الطائرة ثم نفي ذلك تتحدث عن الوصول إلى المكان وبعد ذلك يقال أن الفرق الإنقاذ لم تصل بعد إلى المكان كيف يمكن تفسير تضارب المعلومات هو الحقيقة أخي خالد أول مرة منذ عام 2020 منذ حالة الطائرة الأوكرانية التي سقطت في إيران أو أسقطت في إيران أول مرة نرى تدفق معلومات كبير منذ اللحظة الأولى نحن الآن في الساعة السادسة لما حصل نحن الآن منذ الساعة الرابعة عصر هو حقيقة كي نكون دقيقين أيضا نحن لا نعلم بالضبط ما تحدثت في المتابعة نحن في المتابعة الآن الساعة ربما السادسة الآن تقريبا بعد الإعلان لا أحد يعرف بالضبط متى حصلت الحادثة لكن على الأقل منذ أن وصلتنا أول معلومة نحن الآن تجاوزنا الساعة السادسة يعني ست ساعات الآن مما حصل الآن تدفق المعلومات بدأ بشكل متسارع وبشكل في انتقاء في المصطلحات أول شيء ليس السقوط لتخدم هبوط صعد أو صعب وثم تحول إلى معلومات ثم تحول قبل حوالي ساعة إلى تصريح من مجزاة الاستخبارات الإيرانية سقوط للطائر يعني استعملوا المصطلح سقوط للطائر إلا أن هذه المصطلحات المهمة لأنه عندما نتحدث عن سقوط نحن نحضر الرأي العام بنتيجة معين عندما يتم الحديث عن سقوط طائرة إذن التحضير يأتي لحدث معين أو عدم رفع ساقط التوقعات لما يمكن أن يحصل اثنين تضارب التصريحات ما رده أمرين أساسية الأمر الأول هو أن هناك أكثر من جهة تعمل في الميدان وكل جهة لها منصاتها الإعلامية التي تتواصل معها ومن هنا جاهدنا الآن تصريح الدفاع الهلال الأحمر الإيراني ثم التصريح الذي ذكرت وحضرتك الآن فيما يتعلق بقائد الجيش وقال بأنه سلمنا الآن هذه التصريحات ما ردها تفاوت الأشخاص الذين يعملون على الأرض وقدرتهم على التحقق بمعلوماتهم ربما ورد شخص وقال أنه لدينا إشارة كذا كذا يأخذ بها المسؤول ثم يرسلها إلى من شبكة المعلومات أو مراسلينه أو علاقاته ثم تذهب إلى وسائل الإعلام الأمر الثاني في اعتقادي هو حالة الضباضية فيما حصل الموقع شائك الجو شائك وضبابي التوقيت كلها عوامل تزيد من ضبابية والكل يريد معلومة والذلك ترى هذا تدفق بالمعلومات المتضاربة في نفس الوقت الموقع أنت تعرف هذه المنطقة جيدا ما هي طبيعة هذه المنطقة؟ أولا إيران فيها محافظتين تسمى أذربيان الشرقية والغربية وهما اسما هكذا وهما جزء من السيادة الإيرانية هذه المحافظة جبلية باردة فيها طرق حادة ومرتفعات يعني فيها مستوى من الحذارات مخيف حتى عندما تمر فيها في الحافلة أو في الباس تشعر بالخوف حتى وإنت ماشي على الأرض منطقة غابات يعني على مد البصر وبالتالي أي حصول حادثة فيها حقيقة أنها مربكة مربكة للإنقاذ مربكة للحصول لأن عملية الوصول عبر السيارات صعبة عملية الوصول في الطائرات في ظلظروف جوية أيضا صعبة وبالتالي الأمر الثالث فيها الذي أيضا يصعب وهو العامل التكنولوجي لأن فيها معوقات كثيرة لإرسال الإشارات وهذا الأمر أيضا يعوق عملية الإنقاذ وباعتقادي هذا الذي أضاف تعقيد العملية والملفت للانتباع أنه لماذا تنتظر إيران كل هذه الساعات يطلب المساعدة التركية ومطالب الاتحاد الأوروبية يعني هذا في حذاته كان ينبغي أن يحدث مبكرا لأنه في ظل تعطل بعض الظروف التكنولوجية منذ الساعات الأولى ربما كان يجب استمادأ من الخبرة التركية مبكرا وصيراك لماذا لم تفعل إيران ذلك؟ أنا أعتقد بأنه هذا الثقة بالنفس أنه نحن لدينا القدرة على التعامل مع الحادثة والوصول إلى يعني باعتبار أنه الرئيس وشخصية مهمة في البلد وبالتالي يجب أن يحافظ أن يتبنوا هم الأطماء عليها أو معرفة مصيره يعني جزء منها تتعلق بطبيعة الشخصية التي حصلت معها الحادثة كل هذه عناصر مقلقة لحد ما الظروف الجوية المنطقة الوعرة عدم ضقة المعلومات وأن تكون لها مصدقية ثابتة من خلال ما يخرج من تصرحات طلب المساعدة الدولية ومع ذلك حتى نكون دقيقين مع المشاهدين نحن ما زلنا في مرحلة البحث حتى لو كانت الأمور غير مطمئنة حتى الآن لكن في كل الأحوال المرشد خرج ليطمئن الناس بأن أمور البلاد تسير على ميرهم لماذا يحتاج المرشد إلى طمئنة الناس؟ أنت تعرف بأنه في حال غياب الرئيس وفق الدستور الإيراني المادة 131 في ظل حصول غياب للرئيس وهنا مصطلح الغياب مصطلح قانوني مفتوح طبعا في حالة الوفاء الغياب عدم قدرته عنه مارسة مهامه الاستقالة فيها أكثر من حالة نحن حاليا في حالة غياب غياب لكن هذه في حد ذاته نقطة غير واضحة متى يمكن دستوريا اعتبار أن الرئيس أصبح غايم؟ عندما لا يصلح هناك طريقة للتواصل معه ولا يعرف مكانه وبالتالي لا تستطيع أنه لا تأخذ منه أوامر ولا تستطيع أن تتواصل معه لا تستطيع أن يدير البلاد لا تستطيع أن يدير المشهد وبالتالي هنا يجب أن يتبنى شخص معين الآن نائب الرئيس موجود في تبريس محمد مخبر وهو نائب الرئيس الذي وفق الدستور إذا ما حصل شيء للرئيس يتولى هو حتى في حالة الغياب يعني في حالة عدم القدرة على التواصل مع الرئيس نعم نائب الرئيس يصبح عمليا يعني ليس إعلانا رسميا لكن يتولى صلاحيات الرئيس الآن هو موجود مع وزراؤه في تبريس لمتابعة حالة الإنقاذ الآن من هو الشخص المهم موجود الآن في تهران هو المرشد الأعلى والمرشد الأعلى سلطته ثنائية سياسية ودينية عندما يخرج ويقول الأمور ممتازة ويجب عدم القلق هو يستند إلى الدستور ويستند إلى المواد 131 إلى 134 في الدستور التي تقول ليس هناك حاجة للقلق هناك نص قانون دستوري واضح يقول في ظل سيناريوهات التي ذكرتها لك يصبح هناك يمارس نائب الرئيس مهام الرئيس وخلال مدة لا تزيد إذا الرئيس حتى مرض الرئيس هذه نقطة ثانية يعني أنت تفضلت وقلت أنه يقوم بعمل الرئيس لكن لم يكلف رسمي لم يكلف لا يكلف عملية تنظيم الانتخابات في خلال 50 يوم هذه لابد أن تتم بعد تكليف رسمي من المرشد صحيح نحن ننصل بعد لا لا يعني الآن إذا توفي الرئيس استقال الرئيس لم يستطع ممارسة مهامه أصيب بمرض يتجاوز 60 يوم في هذه السيناريات الأربعة يتولى نائب الرئيس فلاحياته وخلال هذه الستين يوم تبدأ التحضير الانتخابات برعاية لجنة منها نائب الرئيس وجزء من المؤسسات الأخرى رئيس مجلس وشورى وشورى وغير وبالتالي إذن نحن ندير الدولة يعني كمؤسسة رئاسة تستمر في العمل الوزراء يستمرون في العمل دون أي تراجع إنما يبدأ التحضير للانتخابات خلال فترية تنزيل عن 55 يوم طيب الشارع كيف يتابع إن كنت تتابع وسائل الإعلام الإيرانية كيف يتابع هل هناك حالة من القلق أم شعور بأنه طالما أن هناك المرشد وأن الرئيس أصلا بحسب الدسور يعمل تحت إشراف المرشد هو القائد قائد الأمة في نهاية الأمر الأمور غير مقلقة لا يبدو يعني من خلال الساعات الست الماضية وطلاء على معظم وسائل التواصل الاجتماع الإيراني والمواقع الرسمية الإيرانية ليش هناك قلق على النظام وعلى الدولة ما من قلق لأنه كما قلت النصوص واضحة المؤسسات تعمل خروج المرشد له دلالة مهمة بأنه الأمور تحت السيطرة لا داعي للقلق الرأي العام يعني هناك قسمة من الرأي العام الذي هو صوت للرئيس لديه تعاطف شخصي معه الرجل له قاعدة شعبية في مشهد في قوم كرجل دين وهو كان مسؤول الوقف المهم في مدينة مشهد وكان رئيس السلطة القضائية وبالتالي لديه قاعدة معينة شعبية في إيران وبالتالي هناك حالة من القلق على سلامته شخصيا على سلامة وزير الخارجي التيار الآخر ربما خلينا نقول الذين هم ليسوا توافق سياسي مع النظام هم ربما يشعرون بخلق معينة لكن هذا القلق يعني ليس ليس مزعج كثيرا لأنه هم يخافوا من حارة عدم اليقين ماذا سيحصل الآن البرلمان سيبدأ البرلمان الذي انتخب سيبدأ عمله 27-5 يعني بعد حوالي أسبوع ويبدأ في ظل هذه الظروف ماذا ماذا سيحصل خلال الخمسين يوم القادمة إذا ما حصل الشيء للرئيس تحضير الانتخابات الأمر الآخر كان في حالة من الأطبعنان أنه هذا الرئيس سينتخب لفترة ثانية إذا حصل له شيء ما من شيء واضح من سيكون مرشح من التيار المحافظ لأنه ما من تيار صلاحي موجود الآن في إيران عمليا وبالتالي حالة عدم اليقين أخي خالد هي التي تثير مخاوف الناس طيب وعملية التفاوض مع الولايات المتحدة هل من الممكن أن هذا يثير قلق الناس أنا كنا نسمع في العالم الأخير أن هناك تفاوض ما بين الإيرانيين والولايات المتحدة حرب غزة التي طبعا تتباحة إيران ولها تأثير كبير عليها هذا لن يتأثر على الإطلاق لأنه في الفترة لما كان محمود أحمد نجاد رئيس الجمهورية كان التفاوض بين إيران وأمريكا قائما في عمان هناك مؤسسات تعمل ليس لا علاقة بالشخص سميها الدورة العميقة سميها المؤسسات ما يمكن أن نسميها لكن هذه تعمل بغض النظر وتوجيهاتها عامة تعرف الأطر المصلحية للنظام وبالتالي تعمل تأثير الأشخاص مهم لكن ليس ما مانع لهذه المفاوضات الحديثة ربما شخص الأم هو المرشد في نهاية الأم لأنه مهم مؤسسات الأخرى المؤسسات الأخرى التي تعمل برلمان يعمل مجلس الأمن القومي يعمل مؤسسات الأمنية وبالتالي تبقى تعمل بشكلها المطلوب دول الرئيس هنا غيابه يخلق فقط حالة من عدم اليقين أنا باعتقاد النظام لديه قدرة أنت جاوزها بسرعة وفق النظام